وسيم فياض، رجل أعمال مسلم يعيش في أمريكا، صاحب مطعم عربي شهير يدعى تنور وسابقاً كان يعمل في شركة مايكروسوفت وهو عضو مجلس مدينة ساماميش التي يسكن فيها كان الأسبوع الماضي في اجتماع لمجلس المدينة ألقى فيه كلمة وقال رأيه بكل صراحة في الشذوذ الجنسي مستشهداً بآيات من القرآن الكريم يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شعُوبًا وَقَبَائِلًا لَتَعَارَفُ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عَنضَ اللَّهِ أَتْقَاقُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ هذا النقرآن يقولون، يا أسفل، يا أسفل، يا أسفل، يا أسفل، الله خلقنانا نحن مدينة ومدينة and to go and go against the creation of God and to spread diseases in the community is something that we should speak up against or at least I would like to speak up against because that goes against my belief. So that's what I would like to share. I believe in diversity. This is my life. I believe I love the diverse community in Sammamish but if someone wants to choose a lifestyle, that's to themselves. they decide on themselves they do it privately that's theirs but to go and make it a thing to promote this in every movie in every TV show everywhere teaching our kids and poisoning our kids with this I don't believe this is the right thing to do. ورغم أن هذه الكلمة كانت عادية جداً لكن حياته تغيرت بعد هذه الكلمة القصيرة. تعرض الرجل لحملة عنصرية من بعض سكان المنطقة. تسبب هذا الخطاب في الضغط عليه من مجلس المدينة الذي تبرأ منه وبالفعل استقال من منصبه. صار بعض الناس يدخلون إلى مطعمه لشتمه بل يريدون استرداد ثمن الوجبات السابقة وكأنهم لم يأكلوا شيئاً وأطلقوا حملة ضد الرجل على صفحة المطعم عبر الإنترنت. كل هذا الصراخ والمشكلات بسبب رأيه العادي جداً في الشذوذ الجنسي ورفضه لهذا السلوك المنافي للفطرة. المصيبة أن جمعية ساماميش الإسلامية هاجمت الرجل وتبرأت من تصريحاته ووصفتها بأنها ضارة ولا تمثل الجمعية أو الجالية المسلمة في المدينة مع العلم وسيم فياض أحد أعضاء هذه الجمعية الإسلامية وإن لله وإن إليه راجعون. أين حرية الرأي المزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تحولت حياة هذا الرجل إلى هذا الجحيم لمجرد تصريحاته بأنه يرفض فاحشة قوم لوط؟ إنه الولاء والبراء الذي يطبقه هؤلاء الولاء التام للشواذ والبراء من المتطهرين لسان حال هؤلاء مثل قوم لوط وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إخواني وأخواتي فاحشة قوم لوط أصبحت عقيدة يوالى ويعادى عليها ولا يسمح لأحد بأن يقول رأيا مخالفا لهم ورأيتم ماذا حدث للطفل المسلم في كندا دعواتكم لهذا الرجل الشجاع النبيل بالثبات والتوفيق والسداد وأدعو سكان المدينة لدعم هذا الرجل في موقفه فهذا الموقف المتخاذل من الجمعية الإسلامية معناه أن الرجل كان على خطأ ورجل لم يخطئ عندما قال هذا الكلام حسبنا الله ونعم الوكيل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ترجمة نانسي قنقر